انا دونك هذي الناصعة الاخرة تقريبا في ساعة ثانية متاع البرنامج مازال فيه ساعة غير بابش نحكيه فيه اشتاغ على الترينتس احسبتها صحيح اماني على الترينتس على غيزو سوسيو نحكيه وزيدة على اشصار في العالم دونك نبديه باشتاغ اشتاغ دونك اليوم بنجمه نحكيه على برشة حاجة تما ايجا نحكيه على فن الطبخ الهندي فما اخ هندي دول يستحوض على صفحة الطيار ويعطي فينا في في رسيتات اه وصفات وكيفاش تصنع شو صار هو بابا مازال مجتابة الجنسية متاع اللي قام العملية وان فات تفطلنا معناها تقريبا انهار خليني يكون انهار لحد ظهر لي انهار الاثنين سمحني انهار الاثنين لانه صارت عملية اختراق لصفحة رسمية للطيار الديمقراطي من قبل مجهول معناها حسب المعطيات الاولية تقول انه سيد هذية موجود خارج طراب الوطن ولكن مزلنا معناها ما تمش التثبت من هذية ومزل حتى ما تمش تثبت من غرض او الهدف من عملية القرصنة هذية قمنا معناها بالاجراءات اللازمة بمرسلة معناها شركة ميتالي استعادة الصفحة هذية باعتبار انه عنا الملكية متاحة وحتى الوثائق لتثبت الملكية متاع الصفحة هذية مزلت العملية في طور الانجاز بالحقيقة هي عملية كما قلت المعالم والملامح متاحها مش واضحة شنية نأمل ان تكون من محظ الصدفة ان شاء الله تكون من قبيل الصدفة متكونش فامة حاجات حتى لتوى رأي عم في بيوب للهند معنا السياحة في الهند وستريت فوت في الهند عارفنا على الثقافة الهندية انا صدقني ما كنتش نعرفهم لحاجات هذوق ويعطيه صحة زادة كمل بلوكين اينا يا اخي بسهولة هذي تم اختراق صفحة حزب هو هو شوف هو فما مثل شعبي يقول لك اللي يسرق يغلب اليحاحي هو كانت فما موجودة معناها الاجراءات متاع السلامة متاع الصفحة هذية ولكن كما نعرفوا معناها ديما المحاولات متاع الاختراق هذية ديما مهما تسكر المنافذ ديما يلقاوا لك دي بيست بشي نجمه يدخلوك شوفنا حتى معناها مؤسسات اقتصادية كبيرة في العالم وشركات كبيرة تم اختراقها وحتى مؤسسات في الدولة معناها تم اختراقها البنك المركزي وما ادرك من البنك المركزي وقدروا يقومولوا معناها بعملية اختراق اختراق هذية ربما كما قلت معناها ما يخلينا كان نزيد ونتوقعوا الحذر اكثر ونعززوا عمليات الحماية متاع الصفحة متاعنا في المستقبل ومشانا في القريب العاجلي تم استردادها كما كانت هي فيها ميتين وثلاثة وخمسين الف اه متابع معناها به معناها بشي اعمل بشي خدم بها واموره جمهور جديد هو طوى جمهور من الهندو لي فما شكون قال لك بكل روح رياضية واسيم فما شكون قال لك والاي ها ولا يتحسن كنتوني بتاع الصفحة لي كاكت وين سا ضامرين في المال مشكون قال لك تعلمت والاي تعلمت فنون الطفخ من صفحة التيار الديموقراطي دونك خلينا نقرأه تحية اليوم نصدقاء النبارة تحية اليوم اوكي دونك زيدا فما حاجة زيدا نجمونا احنا نحكيوا عليها برشة منهما كالليزافيشة كالليزافيش اليوم اللي قاعدين يعملوا في غزو اه للوسائل التواصل الاجتماعي اللي نشغل على المانيفيك سيبليم ابداع روحة جميل بنا عشقة تنهيدة متاع الليزافيش متاع الغذيان بجاه ربي شكون اللي يخدم فيهم خاطر السيد اللي اختراع الفوتوشوب كان يرعى معنا شنو عاملين التوينسة معناتها بالفوتوشوب في الي زافيش هيدومكا كان جاي يعرف رهوي ذهولي ما صنعوش اللوجيسيات اللي راو كسر الورديناتور بتاعوا بيعوا في سوق العصر ورمش حال نصبها قدام جامعة الفتح وما كملش تخدم معناتها بالحق بالحق يعني حاجات رهيبة قاعدة تتخدم اللي معناتها تشهيك ما تمشيش لحتى بلاصة كيف تشوفها ذهولي يزبنا عملو لها اشتاهك داياغ لها هي بدون ذكر ماركيت لكن السؤالي هال واعين اللي اليوم فما راو ناس اختصاص هالكوميونيكاسيون وناس اختصاص هالفن معتها الغرافيست لكن منعشتوها في طيارة عندكم الغرافيست طبعا الغرافيست متاعنا فما هاجر العالم بتطور العالم دي ما فما مهن مستحتة خاصة مع التطور ماذا بنا نتلافتولها شوية للأسف في تونس جل المهن المستحتة هذه ما هيش منظمة بقوانين وجزء منها زادة غير معترف بيه من قبل مؤسسات دولة بما فيها مثلا مهن اخرى كما الناس اللي تخدم على موقع التواصل الاجتماعي الناس اللي تخدم تعمل في التجارة الالكترونية الناس اللي تخدم معناها منتاج فيديو اللي عملوا الجرافيك وغيروا من المهنة دية غير الناس اللي تخدم في مؤسسات تقليدية وذي يخدم في ذاعة وذي يخدم في تلفزة وغيره الناس اللي اخرين الفريلانسر اللي نسميهم احنا غير معترف بيهم للأسف من قبل جزء كبير على الأقل غير معترف بيه من قبل الدولة وما فماش تشجيع كبير لهم في حين الحقيقة التقاط الشبابية التونسية معناها قاعدة تقوم بعديد الإبداعات كل مرة من مجال الحقيقة جينا الإبداعات المختلفة فتحية ليهم من منبر إكسبرسة قاعدين نتابع في القضية الفلسطينية واسين طبعا القضية الفلسطينية من 7 أكتوبر قاعدين نتابع فيها السيوية على مستوى المكتب السياسي للتير الديمقراطي والتير الديمقراطي كحزبة وحتى على مستوى تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية وباقي الأطراف اللي احنا نشتغل معها في إطار العمل المشترك الحقيقة أنا قلت حتى في منبر إكسبرسة فام اللي صار في فلسطين علمنا برشة دروس صحيح في برشة خسائر ولكن علمنا برشة دروس علمنا إنك تكون على حق وحتى كتكون أقلي وحتى كتكون ضعيف فإنه لازمك ومنواجبك إنك تدافع على أرضك وعلى حقك وعلى حريتك وهذه لو حتى كان نحبه نعمله نوع من الإسقاط معناها على وضعنا اليوم في تونس مش معناها خاطرك أقلي سياسياً أو ربما على خاطر ما عندكش حشود شعبية وراك فمش من حقك إنك تدافع على القيم متاعك وعلى المبادئ متاعك وعلى الحق متاعك رو الدفاع على الحق رو يكون حتى كان أنت وحدك اللي تتبنى وفكرة ديكتاتورية الأغلبية ديك على خاطر فام برشة جمهور مع الطرف الفلاني فهو على حق مش صحيح اليوم أغلب دول العالم والقوى العظمة في العالم في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية مع الكين الصهيوني سياسيها طبعا ليه طبعا نحكي أنا قلت الدول الدول يعني القادة السياسية معناها مؤسسات الدول هذه مع الكين الصهيوني أكبر القوى السياسية والعسكرية والمالية في العالم مع الكين الصهيوني وبعض الشتات المتفرقين من دول وشعوب العالم المساندين صراحة القضية الفلسطينية لأنه فمجزء كبير من الدول خاصة الدول العربية باقي على نوع من ميناء الحياد السلبي أقلية مع القاضية الفلسطينية صراحة أغلبية ضد القضية الفلسطينية ومع ذلك القضية الفلسطينية على حق والشعب الفلسطيني على حق نعمل هذه إسقاط في تونس فما ربما نجم يكون أقلية عدديا الناس اللي يدافع على الحريات ودافع على الحقوق ودافع على الديمقراطية السياسية وقد يكون فما أغلبية وجمهور عريض يساند الحكم الفرد الواحد ويساند الدكتاتورية ومع ذلك تبقى الحرية معناها هي الأرجح بأنه تدافع عليها ويبقى الاستبداد معناها استبداد هي اليوم قضية ربحة حربها إعلامية نحص برعي وانت قلت معناها الحق يقعد ويظهر لكن اليوم هل استغالينا أو الفلسطينيين أو بصفة عامة استغالينا هل معناها الربح الحرب الإعلامية أو معناها الإعلام اللي يعني يعني معناها اليوم جيل معناها ما يتفرش في التلفزة على قد ما يستعمل الإنترنت هل اليوم كانت تعمل إسقاط زيادة هاليوم للأحزاب السياسية زيما تعلمت الدرس لأنه معناها من أخطاءها السابقة يعني متاع العشرة السنين اللي فيتوا هو الحقيقة يزم فهم نوع من التنسيب لأنه الحديث عن الأحزاب السياسية وكان هي وحدة منسجمة ومعناها لا أكيد ما هيش وحدة منسجمة لكن خلينا نقوله كأحزاب كانت موجودة جزء من الأحزاب هل هي التعاذ من الأخطاء السابقة متعب مما فيهم نحكي اليوم على أقل باسم التائر ديمقراطي اللي عمل مؤتمر متاعه منذ أشهر واللي قام بعملية تقييم ونشر لائحة فيها معناها التقييم والمراجعات وقف على الأخطاء متاعه وأعترفه وأقره بها وحط معناها للمكتب السياسي الحالي لتلافي هذه الأخطاء ولا حرجة لنا في أن نعترف بأخطائنا بالعكس الأخطاء هذيك هي اللي تخلينا نتعلمه تخلينا نراكمه التجربة باش نجمه ونقدمه في المستقبل ابكي على اللي يعيش في حالة المكابرة ويعيش معناها في حالة النكران ونقول لك أنا لا يأتيني الباطل ومن بين يدي ولا من خلفي وباقي الناس هم معناها شياطين من الأنس معناها هم عندهم الأخطاء لكل الإدارة القضاء الأحزاب المنظمات العملاء الخارج مؤسسة التصليم في الأئتماني كلهم معناها يتأمرون وخونا وعملاء وكلهم أفزوا حال البلاد وأنا المصلح الأوحد الذي بعثني الله معناها منزلا كيني رسول ولا كيني نبي لهذا الشعب هذو من الناس اللي معناها يفترض أنه نتوجهونه بالكلام ونقولونه فيقوا على وضعكم راكم بشر كيفكم كما غيركم ربما أنتم أقل من غيركم لأنه ليست لديكم معناها الخبرة وليست لديكم المعرفة وليست لديكم الإمكانيات معناها لإصلاح أوضاع البلاد بالنسبة للأحزاب السياسية كل جزء معناها قاعد في طور تلافيات الأخطاء وقاعد في طور إصلاحة الأخطاء ولكن يلزم نقوله زادة أنه جزء من هذه الأحزاب ما زال يعيش في حالة الإنكار وما زال لم يعترف بأخطاءه في مش فقط في العشرية لأنه الحزاب هذه جزء منها رو كان سابق للعشرية الفارتة معناها عدد كبير من الأحزاب اللي موجودة حاليا كانت تنشط حتى في مقبل الثورة فما جزء منهم لم يعترف بالأخطاء متاعه وانا توجهت لهم بأكثر من نداء في أكثر من فرصة نقول لهم أكفوا على أخطاءكم واعترفوا بالأخطاء متاعكم لعلها تكون بادرة خير بش معناها النجم وصلحوا الوضع هيدا أنت بانكذكرت إسقاط هيدا هو اللي حابيت نقوله أنا ساعات ما نعرفوش نستغلوا الفرصة على المستوى الوطني ولا على المستوى العالمي كي دينا فرصة ساعات ما نستغلوهيش كمي الفوق أنتوكا احنا وصلنا لأخر 2023 إن شاء الله 2024 يكون عام مبروك علينا ونعطيك كلمة غابيت ما خطر نحب نسمعكم تمنيات العظيم واقل الدحدوح يعني اليوم درس في الصحافة واقل الدحدوح مفروض يدرس في كليهات العلوم والصحافة أنك تقف يعني بعد ما تغطيل عائلتك وتشد الميكروفون وتكامل خدمتك أنك تقف بعد ما يغطيل المصور متاعك وتشد الميكروفون وتكامل خدمتك وأنتي جريح ولا يمكن مدوية جروحك في الظروف معناها أنه ما عادش اليوم تمتلك المستشفيات للفلسطينية التقنيات معتها والإمكانية تشد دوي لك جروحك واقل الدحدوح يعني بالنسبة لي هو شخصية العام 2023 مع بي بلاستيا مع بي سين مع مع المحتزة عزيزة أكيد لكنه يبقى واحده صارح يعني من صروح المهنة النبيلة اللي هي الصحافة أول حاجة معتها تكل على راسك تقوم دينك خليك كلمة وبعد نسمع هي فقط كلمة ختام حبيت أقولها هاجر على الحلقة الكل أنا اليوم صحيح ومثل طير ديمقراطي باعتباري عوض في المكتب السياسي ولكن أنا اليوم شاب عمري 26 سنة نحب نحكي فقط كلمة صغيرة باسم الجزء خليني يقول من شباب تونسي اللي رأى أنه أنا النجم نمثله في الموقف ونحب نقول أنه ما هيش هذه الوضعية اللي حلمنا بها اليوم في تونس لا على المستوى السياسي ولا على مستوى الحريات ولا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي اليوم الشباب تونسي يحلم أنه تكون فما ديمقراطية سياسية فيها تعددية فيها تداول سلمة على السلطة فيها قضاء مستقل فيها إعلام حر فيها فضاء عامفتوح يحلم أنه يكون فما مناخ متاع حقوق والحريات لممارسة الحريات الفردية والعامة ويحلم زاد أنه يكون فما رفاه اقتصادي واجتماعي ويحلم زادا أنه يعمل المبادرة الفردية وأنه يعمل المشروع ما يبقاش يخدم في خدمة المصمار في حيث الأسف الوضع اليوم في تونس مزدري ومزدري جدا والأمالة متاع انفراج الوضع هذي تكاد تكون منعدمة ورسالة أخيرة لهذه السلطة السياسية أقول لسيد قيس سعيد لو دامت لغيرك لما قالت إذنك أرأوك تمثيلك طبعا عندك كامل الحق وللطرف الآخر كامل الحق أنه طبعا يرد أخيرا ما عندها إن شاء الله في 2024 أن نلقى النموذج اللي يشبهلنا سياسيا واقتصاديا ونخرج منها الأزمة نسمع ويئل الدحدوح لا أمنيات تعلو على وقف الحرب المجنون على قطاع غزة وانقشاع هذه الغمة وتعود الأمن والأمان والسلامة للناس هنا في القطاع وأمنياتنا أن يتوقف هذا الشلال المتدفق من الدماء النازفة من جسد الصحفيين الفلسطينيين أمنياتنا أن نرى ترجمة نانسي قنقر